مساء الفل عليك يا بسانتو على كل سادة المشاهدين برحب بيكم من مدينة العالمين الجديدة وتحديدا من الصرح التراثي المهم في المدينة طبعا المدينة التراثية ومن خلف المسرح الروماني اللي شاهد اليوم حفل فني جميل جدا لفرقة رضا ودايما كل الناس لما بتسمع دايما عن فرقة رضا وعن ان فيه فعالية احتفال لفرقة رضا بيكونوا موجودين طبعا بعدد كبير من الحضور ومن الجماهير المختلفة نظرا للشعبية الكبيرة لفرقة رضا اللي تأسست في 59 وبالمناسبة عايز اقولك انه من يومين كان يعني بنتكلم في 56 سنة لفرقة رضا اللي تأسست في 6 اغسطس 59 فالحقيقة مناسبة جميلة وصدفة جميلة ان هم يعني في تأسسهم ال 56 يكونوا موجودين في مدينة العالمين الجديدة ويقدموا طبعا 65 سنة عفوا 65 سنة فانهم يكونوا موجودين في مدينة العالمين الجديدة ويقدموا طبعا باقة من الاستعراضات الفنية والفنون الشعبية المختلفة واستعدادات كانت مهمة جدا لأول حفلة ليهم في مهرجان العالمين الجديدة فخلينا نعرف تفاصيل أكتر من المشرف الفني لفرقة ريدا أستاذ محمد الفرماوي اللي برحب به طبعا معنا برحب بيك وأهلا وسهلا بيك كل سنة وانتوا طيبين 65 سنة بزبوط كده يعني كل سنة وانتوا طيبين طبعا عايزة أسأل الأول طبعا أكيد شهر أغسطس بيمثل لكم حاجة كبيرة بدءا من التأسيس طبعا ودخول حضرتك طبعا في الفرقة وصولا لوجودك النهاردة المشرف الفني لفرقة ريدا وانت طيب وانت طيب شكرا جدا على الاستضافة الكريمة ديت وشكرا أنكم منورنا وبتغطوا فعالية زي كده طبعا ده أولا لكن الموضوع 65 سنة طبعا دي حاجة يعني صدفة جميلة جدا أنكم تكونوا معنا يعني زي أول مبارح 6 أغسطس 59 فرقة ريدا كانت بتعرض أول عرض لها على مصرح الإسباكية المصرح الإسباكية ده غالبا هو مصرح العرائس أو مصرح الطليعة اللي موجود دلوقتي وطبعا هي منطقة في قلب وسط البلد بعد خمسة وستين سنة بيصادف أن احنا نعمل عرض أول مرة نشتغل على الأرض دي الأرض ديت العالمين الجديدة اللي أنا أول مرة أزورها أنا والفرقة انبهرنا طبعا بيها الأرض ديت يعني أنا مستغرب جدا يعني يعني نفسي كل المصريين يجوا هنا يشوفوا ويشوفوا إيه الجمال اللي إحنا فيه دوت اتفاجئت طبعا إن مكان رائع زي كده ما نعرفوش إحنا هنا كان مكاننا هنا الغام يعني كان مكاننا هنا من تهالي خمس سنين أو أكتر يعني كان مكاننا هنا الغام طب تصور إن إحنا دلوقتي في المدينة التراثية والمصرح الروماني العظيم دوت إحنا وإحنا جاييني النهاردة ببص أنا كنت منباهر بالإنجاز اللي حصل هنا في مدينة العالمين الجديدة وتصورت إن ممكن يكون الجمهور النهاردة قليل تصورت كده النهاردة إحنا لسه دلوقتي العرض مخلصين الجمهور مالي المصرح ما فيش احتفال ليكم بيكون الجمهور قليل يعني طبعا الجمهور بيكون حاضر ليكم بقوة يعني ومن مختلف كمان الفئات ومختلف الأعمار قولي الفكرة لما جات لكم إنكم هتشاركوا طبعا في فعاليات مهرجان العالمين ويمكن ده بيأتي بالتعاون طبعا بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة استعداداتكم بقى كانت عاملة إزاي وكنتم متحمسين للمشاركة هنا في فعاليات مهرجان العالمين والله يا محمود هقولك على حاجة إحنا من السنة اللي فاتت وأنا يعني أنا شخصيا وبعد طبعا زملاء في سني على الأقل في الفرقة كنا متحمسين جدا كل الفرقة بتيجي العالمين إحنا لسه مروحناش إزاي وإحنا جدر جدور البلد فأول ما قتلنا الدعوة من الشركة المتحدة طبعا وسيادة الوزير طبعا يعني كان نوه عن دوت قبل كده أستاذ خالي الجلال طبعا له الفضل في دوت في هذا التعاون مسمر أول ما سمعنا كده انبسطنا جدا إن إحنا على الأقل إن نكون نشارك إحنا فرقة رضا خمسة وستين سنة إحنا قلب وقلب وذاكرة المواطن المصري في الصقافة والفن المصري فكان ده كان حاجة مباجة جدا حقيقي لنا كلنا نحنا نشارك بيجي هنا مطربين عالميين ومطربين بيشرفوا مصر كلها فإحنا كنا عندنا الغيرة إن إحنا فرقة رضا لسه ما جناش هنا فجينا وإن شاء الله تتكرر أتمنى إنها تتكرر تاني إن شاء الله تكون أكيد المرة الأخيرة ونورت طبعا مدينة العالمين والنهاردة كان فيه فقرات جميلة جدا واستعراضات مختلفة عايزك تتكلمني على قدمته النهاردة وأنواع الرقصات المختلفة اللي موجودة في فرقة رضا ويمكن بتميزها طبعا لأنكم بتدمجوا بين أنواع مختلفة من الرقصات تمام إحنا في الحفلات اللي زي كده بنحاول بنحاول نستعاد زكرياتنا مع الجمهور المصري والعربي بأهم رقصاتنا أهم رقصاتنا اللي هي إيه اللي قدمناها النهاردة قدمنا لقصة لبلدنا دي طبعا يعني علامة فرقة رضا طبعا وقدمنا وقدمنا الإسكندراني وقدمنا سماح النوبة مشهورة طبعا للعظيم محمود رضا كان بيعملها في الفيلم وقدمنا الأغاني للبنات وقدمنا غريبة الدار والطنورة وآخر حاجة أفلنا بها رقص النوبة الشهيرة يعني انتقينا من أهم رقصات فرقة رضا اللي بترسخ في زهن المواطن المصري والعربي وغالبا يعني إحنا فرقة من أعرق الفرق في العالم وقدمهم وطبعا بنمثل السقافة المصرية واخد بالك برضو يا محمود في حاجة بتعجبني جدا أني أبص بلاقي الأجيال الجديدة بص فرقة رضا عملت إيه في الأجيال قلت في ناس كتير بيسألوني فرقة رضا موجودة عندهم حق شوية في دوت إن إحنا إعلاميا يعني ممكن ما نكونش وغدين حقنا في دوت شوية لكن يعني إن شاء الله فيه تطوير في الحتة دي لكن لما أبصت ألاقي فيه أطفال صغيرين بيسألوني وبيعملوا رقصاتهم وبيعودوا يغنوا حلوة شمسنا ولقصوا بلدنا ده بيسعدنا جدا 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 ولسه لسه عندنا عندنا روح المواطن المصري بيطابعه فنان بيطابعه عنده الحس الفني دوت فبصت لما يرددوا الكلام دوت الصغيرين فإحنا كده يعني بنوصل الأمانة اللي إحنا شلناها كجيل كجيل إحنا جيل أوائل التسعينات اللي إحنا دلوقتي بنحافظ على كيان فرقة رضا وأمانة فرقة رضا اللي سابهنا أساد زيتنا أساد زيتنا وأساد زيتنا وأساد محمود وأساد فريدة والجيل الأول كله أنا عارف طبعا أن أنتوا كنتوا موجودين في عدد كبير من الأماكن والحفلات بس تكلمني عن يعني شعوركم أو وصفكم كمان وانطبعكم عن المصرح الروماني لأن أي حد بيجي وبيقدم احتفالية هنا أو حتى من الجماهير اللي بتحضر دايما بتتكلم عن شكل وتصميم المصرح الجميل أنتوا كفرقة رضا بقى أنتوا بعضكم إيه وانتوا بتقدموا على المصرح الروماني بص إحنا غالبا قدمنا يعني مش عايز أقوله على كل المسارح اللي في مصر وبر مصر الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله يعني إحنا لينا الحظ أو ليه الحظ أني بشارك فرقة كبيرة زي كده فخلتني أروح غالبا اشتغلت على كل مسارح الدنيا كلها المشاركة بتاعتنا هنا بجد ممتعة شو الجو جميل ولطيف إزاي الجمهور كمسرح روماني أو مسرح الشكل المسرح الروماني دوت فتحس أنه قاعد برضو قاعد براحته متلقي مظبوط في الهوى التقص يا جماعة غير عادي الجو جميل جدا 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 فدوت بيخلي الجمهور يستمتع ما يحسش ملل أماكن مغلقة ده حاجة وإحنا كمان إحنا أخد بالك مردود يعني الجمهور لما يبقى سعيد وبقى عنده رد فعل والسوكسير اللي بسمعه دوت بيخلي الراقص وهو على المسرح بيقدي أضعاف ما بيقدي وبيكون متحمس لدوت حتى في أقصى الظروف يعني عندنا عندنا النهاردة ولد من الولاد بعد ما خلص الرأسة تعب شوية يظهر ان احنا كنا جايين من الكاهرة على هنا فتعب شوية طب خلاص برايحهم الرأسة اللي بقى لأ 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 عايزة اشتغل فنزل الرأسة اللي بعدها فعلا فدوت ده اندال اللي بيدل على حماس حماسنا احنا كفرقة ان احنا اشتغل مع جمهور جميل زي اللي موجود وكمان والجو والمسرح وتقنيات المسرح جميلة فعلا وترد أي فنان ده خليني أسألك على التطور بقى اللي بيحصل دلوقتي في فرقة رضا وبنشوف بعض المنضمين طبعا للفرقة فلو تقول لنا ايه اللي بيحصل في الفرقة دلوقتي والتطور طبعا اللي بيحصل للحفاظ كمان على التراث وعلى تاريخ فرقة رضا وانكم تقدموا كمان مزيد من الرقصات المختلفة او الفقرات الفنية المختلفة والفنون الشعبية المختلفة للجمهور احنا طبعا عناصر العرض عندنا مختلفة يعني عندنا العنصر الموسيقى والملابس والأداء الحركي العناصر دي كلها بتتكامل ويطلع المنتج اللي حضرتكم بتشوفوه من فترة قريبة اشتغلنا شوها على عنصر الملابس وجددنا الملابس عندنا ممكن من سنة وفي نفس الوقت جددنا المزيكة ما جددناهاش يعني سجلناها باسلوب جديد المزيكة القديمة بتاع التعمينا علي اسماعيل كان بتسجيله هو كان ممكن تكون فيها قدم شوية فيها واش يعني ده الموسيقى البلاي باك عندنا فرقة موسيقية كبيرة وفرقة كويسة جدا فسجلنا دوت بلاي باك بشكل النهاردة اشتغلنا به هنا كان الصوت كان انقى شوية انقى بس بنفس يعني نفس جوزة الموسيقيين وبالعداد الأيات اللي كانت موجودة ده حاجة المرحلة اللي جاية الحمد لله احنا شروفنا بوجود سيد الوزير احمد هنو جدنا الفرقة من حوالي من ممكن من اسبوع وعشر ايام جدنا وتفرج على المقر الفرقة طبعا وقال ان الفرقة المقر كمقر انه هو يتطور شوية وكده فده واتدخلين فيه في المرحلة اللي جاية الحمد لله يعني الحمد لله ده بتوجهات سيد الوزير ده حياة كويسة كنا منتظرينها بقالنا فترة يعني دعم كبير بيتقدم من وزارة صوت جدًا 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 وعشامنا في سيد الوزير احمد هنو طبعا لانه هو يعني الراجل فنان طبعا ومهتم وجلنا اول مر اول ايفنت يحضره كنا احنا اللي بيشغالين فيه فده حظنا كويس كمان وكمان عندنا التجديد بالنسبة للعنصر البشري عندنا ان شاء الله للمرحلة الجادية كان ان احنا هيكون عندنا مدرسة لان طبعا المستوى الاعمارة عندنا في الفرقة عالي شوية بقالنا شوية ما بجلناش اعضاء جديدة لظروف روتينية يعني بس طبعا جيت وجيه من فترة عينه استاذ خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي المخرج العظيم ان احنا هنعمل مدرسة والمدرسة دي بتعمل تفريخ للفرقة الكبيرة للموجودة علشان خاطر تجديد روح ودماء العناصر البشرية الرقصين يعني انهم يكون عندنا روح جديدة ده بيعمل انتعاش اكتر الفرقة بالاضافة للحفلات اللي انتو بتشاركوا فيها في مصر انتو اكيد شاركتو في حاجات كتير برا مصر وحاجات دولية مهرجنات مناسبات فلو تكلمنا اكتر على مشاركة فرقة رضا في كل المهرجنات او المناسبات الغير محلية او الدولية بمعنى اقصى احنا يعني على طول طبعا الفرقة رضاكة بتمثل مصر بتمثل الثقافة والفن المصري برا مصر غالبا يعني هي اكتر حاجة الفن الشعبي بيمثل لان دوت يعني كل الدنيا هتفهم هتفهم الشكل الرقص الشكل الشعبي دوت ايه ممكن تطلع عمل دراما عندنا عمل دراماية كتير بس مثلا ممكن تروح اوروبا ما تتفهمش كويس فايه اللغة العالمية اللغة بتاعتنا ديت لغة الفن والرقص والاستعراض الشعبي دوت بتتفهم ويلاقي يقول غير عادي غير عادي احنا بقى انا فترة موضوع السفر والمشاركات العالمية للظروف الكورونا وظروف الاقتصادية اللي دخلت بعد كده المشاركات الدولية مقلة شوية بس اتمنى انها ان شاء الله الفترة اللي جاية دي تعود واحنا كمان احنا بالصدفة كمان يعني بشكر جدا 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 القائمين على المهرجان في انهم بيختاروا اكتر من الفرق عرفت ان هنا في كل يوم فرق من فرق هاية اصول الثقافة موجودة تنوع مختلف تنوع مختلف وجميل النهاردة الفرقة بتاعت فرقة اسوان كانوا بيشتغلوا هنا عندهم حفلة هنا قريب خلصوا جوم جاري عشان يتفرجوا علينا بيعتبروا الفرق الفرق مصر بيعتبر ان فرقة رضا هي الفرقة الام وبيحبوا دماء انا بشكرك جدا ومبسوط يعني كنت معينا النهاردة وكل التوفيق ليكو هنستنياكو تاني في مدينة العالمين ان شاء الله ان شاء الله وشكرا جدا جدا على تغطيتكو وعلى اهتمامكو بالمدينة العظيمة العالمين الجديدة شكرا أستاذ محمد الفرمو المشر في الفن الفرقة رضا للفرقة الشعبية بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا يعني زي ما تبعنا بسانت ومشاهدين الكرام التاريخ الكبير لفرقة رضا وقد ايه فعلا ان هم النهاردة عملوا أجواء حلوة ومبهجة في المسرح الروماني بحضور عدد كبير من الجماهير ومن مختلف الأعمار الحقيقة اللي موجودين ويمكن زي ما كان بيتكلم أستاذ محمد ان فرقة اسوان كانت موجودة في المنطقة الشاطئية بتقدم بعض العروض المختلفة فالحقيقة كل الأماكن في مدينة العالمين الجديدة بقت بتستضيف عدد كبير من الفعاليات والتنوع كمان اللي كنا بنتكلم فيه سواء الحفلات الفنية أو حتى تنوع في الفعاليات الرياضية المختلفة ويمكن بكرة هنستقنف طبعا بعض البطولات الخاصة بكرة الطائرة الشاطئية وهيكون عندنا طبعا بعض الاستضافات في ملاعب كرة القدم واحد ضد واحد هتكون بكرة إن شاء الله في الملعب الخماسي الخاص بكرة القدم بالإضافة طبعا إلى الاستعداد لاستقبال الحفل الكبير للهضب عمر دياب ويمكن النهاردة كنا بنتابع الاستعدادات اللي بتتم في اليو أرينا والتجهيزات اللي بتتم للحفل الضخم طبعا تم الإعلان عن خلاص كل التذاكر اتحجزت في حفل الفنان عمر دياب فبالتأكيد بكرة هنشوف يعني حفل ضخم كبير جدا يليق طبعا بالفنان عمر دياب في المنطقة الشاطئية في النورث سكوير كل الأماكن الحقيقة بتستضيف عدد كبير من الجنسيات ويمكن النهاردة كان فيه تصريح مهم لوزير السياحة خلال تواجده في المؤتمر الصحفي في مدينة العالمين إنه 104 جنسية موجودين في مدينة العالمين الجديدة يعني بنتكلم في 104 من الدول المختلفة موجودين في مدينة العالمين الجديدة فدي رسالة قوية ورسالة مهمة عن أهمية مدينة العالمين كوجهة سياحية وأهمية كمان مهرجان العالمين والرسالة اللي بيرسلها مهرجان العالمين للعالم عن التطور السياحي والعمراني اللي موجود في مدينة العالمين ودور الشركة المتحدة كمان في دعم المبادرات الوطنية والترويج السياحي والثقافي والاستثباري كمان لمدينة العالمين الجديدة وأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات القادمة وأكيد هنكون معاكم بكرة من حفل الهضبة عمر دياب برجع لك مرة تانية شكرا لك يا محمود وشكرا موصول ديفك الكريم ومستنين بكرة بقى فيديوهاتك الحلوة اللي بتعملها في خلال تخطيطك للفعاليات المختلفة اللي بتحصل على أرض مهرجان العالمين الجديدة